أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي تصاراً هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي تناولت المباحثات الهاتفية الأوضاع الإقليمية المتأزمة في ظل استمرار الحرب الجارية في غزة والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني حيث أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتوصل إلى اتفاق هدنة يتم بمجابه وقف إطلاق النار وإنجاز صفقة بادل المحتجزين والأسرة متمنياً أن تكلل جهود الوساطة بالنجاح لتخفيف حدة التوترات التي يشهدها الإقليم تفادياً لانزلاق المنطقة في حلقة مفرغة من العنف والتصعيد